السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ربي يسر واع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجأ إلى حولك وقوتك لا إله إلا أنت حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب تفضل أخي مجاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله تفضل أخوي أنت كانت كل مرة تقول كل الرسل جاءوا بالإسلام صح نعم إن شاء الله السؤال الثاني أهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تألف ولا تألفان تألف ولا تألفان أي أيوة أي طيب والسؤال الثالث يا شيخ هل يجوز يعني الواحد لو متزوج بنت لو طلقها هل يجوز أنه يتزوج أختها في حياتها لو طلقها طلاق يعني غير رجع يعني خلاص بالثلاثة زي ما يقولون إن شاء الله الله أرطيك العافية يا شيخ حياك الله يا مجاهد أمت الله السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال أهلا وسهلا شخص مندي السؤال فيها هذا مثلا الكفار هذا مثلا عن كبير سنة أو واحد ما قدر سوم رمضان كله يعني كفار عن الشهر كيف تدفع تدفع كلها دسئة وحدة سيطة الناس يعني مثلا أهل بيت مرة تحت مرة واحدة ولا كيف إن شاء الله وفيها شيخ فيه كلمة فيه الناس يقولون لعنبوك لعنبو شيطانك لعنبو دارك هذه يعني كيف أعيدي أعيدي عفوا فيه دائما دائما يقولون لعنبوك لعنبو دارك لعنبو شيطانك لعنبوك لعنبو دارك كذا أيوة لعنبو شيطانك ايه ان شاء الله يا عامة الله السلام علي الشيخ بك العافية راهلا وسهلا طيب الأخ مجاهد بارك الله فيه من رأس الخيمة الساعة الثالثة السألة يقول في سؤالي الأول يقول استمعت إليك أكثر من مرة تقول بأن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام يقول أنا ما فهمت كيف هذا الأمر أخي مجاهد بارك الله فيك أولا بالنسبة لدين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دينا ولم يرتضي دينا سواه قال الله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا قال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ما قرأت هذه النصوص يا مجاهد كلها نصوص تدل على أن دين الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده دينا ولذلك لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا دين الإسلام أما الأنبياء والرسول فكلهم أتوا بي دين الإسلام من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون يوسف عليه الصلاة والسلام قال وتوفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال موسى عليه الصلاة والسلام واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة ثم ذكر في آية قال إن كنتم مسلمين يقول لقومه ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات ما معنى إخوة لعلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى يعني رجل عنده أكثر من زوجه وأتى بأولاد من جميع الزوجات فالمرجع إلى واحد الأب ولذلك الأنبياء مرجعهم إلى دين الإسلام إلى دين الإسلام والعلماء يقولون بأن الإسلام لما يذكر يطلق على معنيين يطلق على الإسلام العام ويطلق على الإسلام الخاص ما هو الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين والمتعلق بأصول الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كذلك في بعض العبادات التي شرعها الله عز وجل على جميع ألسنة الرسل على ألسنة جميع الرسل مثل الصلاة مثلا الصلاة شرعت عند الأمم السابقة مثل الوضوء مثلا شرعت في الأمم السابقة مثلا مثل الحج يعني هذا البيت حجه سبعين نبي الكعبة حج إلى الكعبة سبعين نبيا وهناك عبادات كثيرة ولذلك علماء الأصول ماذا يقولون؟ يقولون شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يخالف فالإسلام العام هو الذي اتفق عليه جميع الأنبياء والمرسلين على توحيد الله والإيمان به والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره تحريم الزنا تحريم السرقة تحريم هذه المحرمات المتفق عليها مثلا الإسلام الخاص هو هذه الأشياء هذه الأشياء مع ما جاء عندنا في المسائل الفروعية العملية من اختلاف لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج يعني مثلا حرم الله عز وجل علينا أن نجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فيما سبق لما كانت البشرية قليلة العدد قليل كان يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين هذا مثال مثال حرم الله عز وجل على بعض الأمم السابقة بعض الأطعمة وأباحها لنا هذا يسمى ما يتعلق بالتحليل والتحريم في الأمور الفروعية العملية فجميع الأنبياء أتوا بدين الإسلام يا أخي الفاضي ولذلك الله عز وجل قال قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين لاحظ فأنت حاول أن تتأمل وأن تتدبر لما تقرأ القرآن تجد بأن جميع الأنبياء أتوا بدين الإسلام بارك الله فيك مجاهد سأل سؤال ثاني قال هل هناك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أمتي تألف ولا تؤلف أو تؤلفان أو شيء من هذا القبيل أخي مجاهد بارك الله فيك لا أحفظ نصا أو حديثا بهذا اللفظ لا أحفظ حديثا بهذا اللفظ لكن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف المؤمن يألف وهذا ورد ورد بالنسبة لإسناد الحديث يحتاج إلى مراجعة لكن بهذا النص اللي ذكرت ما أحفظ فيه حديث مجاهد يسأل يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت امرأته بعد أن طلقها وهي ما زالت يعني على قيد الحياة الجواب نعم يا أخي الفاضل بارك الله فيك عندنا يا مجاهد المحرمات من النساء على قسمين محرمات إلى أبد محرمات إلى أمد محرمات إلى أبد أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما مضى كله من المحرمات إلى أبد بالنسبة لأن تجمعوا بين الأختين هذا في وجود الأولى على ذمة الرجل ولذلك هذا من النوع الثاني وهو المحرمات إلى أمد ما معنى إلى أمد؟ يعني تحريم وقتي كيف تحريم وقتي؟ مثل السؤال الذي ذكرت رجل تزوج أمراه وطلقها سبحان الله طلاق لا رجعة فيه يعني الطلاق بائن إلا بعقد جديد مثلا أو بانت منه بينون كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح شرعي مثلا طيب هل يجوز أن يتزوج أخت هذه؟ الجواب نعم خلاص لأن الحرمة المؤقتة هذه انتفت بطلاق أختها فأصبح رجل يحل له أن يتزوج أختها بعدما فارق زوجته الأولى إما الفراق يكون بوفاة أو بطلاق بائن أما إذا كان طلاقا رجعيا فلا حتى تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة وما راجعها فتحل له أخت هذه الزوجة إذا خرجت من العدة وما راجعها حلت له أخت الزوجة تفضلي هودا هودا من السعودية تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شخ حبة تسأل بالنسبة للمعلمات اللي يأخذوا هدايا من الأطفال مثلا نهاية السنة الدراسية أو في حفلة معينة يوم المعلم أو يوم الوطني يقدم هدايا للمعلمة تكون قيمة عطور ذهب ساعات فهل هي جائزة أو غير جائزة طيب السؤال الثاني بالنسبة لله إذا أحد قدم على وظيفة أو أي شيء الناس يقولي لا تقولي الأحد ما يتم الموضوع أو لأنك أخبرت الناس ما رح يتم أقضي حوائجك بالكتمان فهل هذا الأمر صحيح ولا يعتبر من التشاؤم إن شاء الله شكرا عفوا طيب الأخت أمت الله من السعودية بارك الله فيها تسأل عن كفارة الصيام تقول بالنسبة للإنسان الذي عليه إطعام بدل الصيام بالنسبة لمن لا يستطيع صيام شهر رمضان كيف يطعم مثلا هل هي دفعة واحدة أم يعني على دفعات أخت أمت الله بارك الله فيك طبعا بالنسبة لصوم شهر رمضان ركم من أركان الإسلام ومبانيه العظام واجب على كل مسلم مكلف يعني عاقل بالق مستوطن أيضا وغير بالنسبة للمرأة ألا تكون حائضا ولا نفسا وأيضا القدر على الصيام فإذا مرض الإنسان أبيح له الفطر على أن يقضي بعد ذلك ما تستطاع لقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أما إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه بحيث أنه لا يستطيع الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ينتقل إلى الإطعام هذا الترتيب بالنسبة لهذه القضية طيب بالنسبة للعاجز عن الصيام عجزا كاملا فإنه ينتقل إلى الإطعام الإطعام يعني بدل الصيام له الأجر مثل أجر الصيام لأنه عاجز فإنتقل إلى الإطعام الإطعام ما هو؟ طبعا لأهل العلم كلام في المقدار الإطعام سبق أنني تكلمت على هذا بالتوسع وذكرت بأن الراجح هو أن يكون هناك إشباع للمسلم أن يطعم مسلما وجبة تشبعه كاملة هذا هو يعني الراجح بمعنى الآن يعني لو جئنا للمطعم نقول مثلا يطلب شخص نفر غدا أو نفر عشاء مثلا إيش يعطيه؟ يعطيه رز لحم أو دجاج يعطيه الإيدام اللي معه مثلا أو خبز معه أو كذا هذه الوجبة الكاملة هذه الوجبة الكاملة هذا هو الأصل في الأطعام تقدير العلماء ما يتعلق بنصف صاع وبعضهم يقول مد من البر يعني لهم كلام في هذا لكن عموما تبسيطا للمسألة يعني يكون إطعام بحيث وجبة كاملة تشبع إنسان ليوم واحد هذا بالنسبة لوجبة واحد طيب كيفية الإطعام على أنواع مثلا يطعم مع كل يوم يعني اليوم الأول من رمضان في الليل عمل وجبة وأعطاء فقير أو مسكين أطعمه هذا إطعام الحالة الثانية بعد مثلا مرور أو النوع الثاني بعد مرور أسبوع عما مضى لأن الآن هو الآن سبب الوجوب دخول سبب وجوب الإطعام دخول الشهر فالآن يجوز له أن يؤخر أسبوع مثلا فيطعم عن أسبوع ثم الأسبوع الثاني وهكذا هذه حالة ثانية أو نوع ثاني الحالة الثالثة أن يطعم في آخر الشهر عما مضى حتى لو كان في شوال يسوي غدا مثلا أو يطعم عدد ثلاثين مسكين في شوال مثلا عما مضى عما مضى لأنه لا يلزم أن يطعم مع كل يوم من أيام الصيام لأن هذا بدل والبدل فيه التسهيل يعني كما سهل الشارع مسألة الانتقال من الصيام إلى الإطعام سهل أيضا في قضية الإطعام متى ما شاء في حالة أخرى ذكر العلماء أن يطعم في أول رمضان وهذه كرهة بعض العلماء قالوا لأن سبب الوجوب ما تحقق اليوم الأول لكن الأيام الباقية فقال لذلك أخت الفاضلة المرجع في هذا إلى ما يتيسر للإنسان ما الذي يتيسر له هل يتيسر له يوميا الله يعينه ويقويه ويتقبل منه يوميا يطعم هل يقول لا أنا ما أستطيع كل أسبوع أو كل أسبوعين يعني يطعم في شهر رمضان مرتين بعد خمسة عشر يوم يطعم من خمسة عشر يوم وفي آخر الشهر يطعم عن خمسة عشر يوم أيضا جاهز هل يقول لا أنا أريد بعد رمضان أفضل أو أوفر وجبات غدا هي الناس يعني يشبعون أكثر ويأكلون أكثر يكون طيب طريقة راجعة للإنسان الأفضل أن يكون مطبوخ هذا الأفضل وأنا أذكر دائما لإخواني وأخواتي طريقة جيدة وهي أنك إذا وثقت بصاحب مطعم تقول له مثلا أريدك أن تطعم لي ثلاثين مسكين وجبة يومية مثلا ثلاثين مسكين إما دفعة واحدة أو على يعني ما تيسر خاصة يعني قد يعرف بعض الفقراء بعض المساكين يدعوهم إلى المطعم أو يوفر لهم وجبة ويعني يذهب بها إلى بيوتهم هذا أيضا فيها يعني عملية جيدة وتسهل على الناس وأيضا توسع دائرة الإطعام أو تعطينها الجمعية الجمعيات الخيرية التي تقوم بدور كبير وطيب جزاهم الله خير فهم يطعمون لك يطعمون عن ثلاثين مسكين أمت الله تقول يعني في عبارات منتشرة عندنا مثل لعنبوك لعنبو دارك لعنبو شيطانك تقول يعني ما حكم مثل هذه الكلمات أختي أمت الله أولا بالنسبة للمؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش نبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يكون لعانا وذكر بأن اللعانين ليسوا بشفعاء يوم القيامة وأن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء ولذلك يجب على المسلم أن يبتعد عن قضية اللعن اللعن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع حينما كان في الحج وكانت امرأة على ناقة لها فسدت الطريق وهذه المرأة ارتبكت فزجرت الناقة وقالت لعنك الله فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعون يقول للراوي فأخذوا عنها متاعها وإني لأنظر إلى الناقة لا يتعرض لها أحد لا يتعرض لها أحد ولذلك لا يجوز للمسلم أن يكون لعان قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن المسلم أو المؤمن كقتله من شدة يعني إثم اللعن فلا يجوز إنسان دائما على لسان اللعن للأسف الشديد الآن كثير من الناس يعني على لسان اللعن أبداً مع عياله مع زوجته مع زوجها مع قريبة حتى بعض الناس مع الآخرين تجد يلعن والعياذ بالله يلعن بعض الجماهير على مدرج ولا شيء في تنافس مثلاً كروي ولا شيء يغضب فيلعن هذا ما يجوز حرام المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش لعن المؤمن كقتله المسلم لا بد أن يبتعد عن يعني هذه الصفة القبيحة الأمر الثاني بالنسبة لذكرتي هو كلام لا ليس صريح في اللعن ليس صريح في اللعن لأن الكلام فيه نحت والكلام فيه أحرف يعني ذهبت يعني عن صورة لفظة اللعن لعنبو يعني ما فيه مثلاً لعن الله أباه مثلاً أو لعن الله دارك مثلاً ما فيه شيء لكن يفهم منه أنه لعن يفهم منه أنه لعن ولذلك يبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ خاصة أنها ألفاظ موهمة وربما إذا سمع الآخر من شخص يقتدى به مثل هذه الكلمات ربما أخذها لعنب دارك لعنب كذا ما يصلح هذا يبتعد دائماً الشريعة تنقلنا من الألفاظ الموهمة إلى الألفاظ الصريحة من الشك إلى اليقين يعني من الأشياء التي قد تفسر تفسير غير جيد إلى الألفاظ الواضحة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا مع أن كلمة لفظة راعنا عندنا في لغة العرب سليمة لكن لما كان غيرنا يفسر تفسير سيء أمرنا الله عز وجل بأن ننتقل إلى اللفظة التي لا كلام فيها انظرنا لذلك أخت الفاضة ليبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ هدى من السعودية بارك الله فيها تقول بالنسبة للمعلمات في نهاية العام الدراسي يقوم التلاميذ أو التلميذات يقدمون هدايا يعني منها ذهب منها شيء من هذا القبيل تقول ما حكم ذلك أختي هدى بارك الله فيك أولا ليس هناك أفضل من عمل المعلم ليس هناك أفضل من عمل المعلم ولذلك المعلم يقوم بوظيفة يعني عظيمة ويؤدي رسالة كبيرة جدا ولذلك ما يقدمه من علم ومعرفة لا شك أنه شيء كبير الله عز وجل امتنى على عباده بالعلم بل على أنبيائه قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم الله تعالى يقول وقل ربي زدني علمه النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا شك بأن تعليم العلم الشرعي هو من أفضل العلوم وهذا لا ينقص من قيمة قدر بقية العلوم الأخرى العلوم التطبيقية أيضا للإنسان أجر إذا احتسب النية وأصلحها الطوية الأمر الثاني بالنسبة للمعلم قدوة للآخرين دائما سبحان الله التلميذ الآن ما فيه تلميذ ولا طالب ولا طالبة ولا تلميذ إلا وهم يتذكرون الأساتذة والمعلمين والمربين اللي كانوا في يوم من الأيام يعلمونهم ويربونهم ويقتدون بأفعالهم وبأقوالهم لماذا؟ لأن قدوات يتخذهم الطالب والطالبة قدوات ولذلك يعني بالنسبة للمعلم يجب عليه يجب عليه أن لا يأخذ بالرخص في العلاقة بينه وبين الطلاب وإنما يأخذ بالعزائم حتى لو وجدت مسألة فيها مسامحة فاحتياطا لشرف هذه الوظيفة أن يبتعد عنها الأمر الآخر المعلم يأخذ راتب ولذلك لا يجوز له ويحرم عليه أن يقبل هدايا من الطلاب خاصة به يعني يأتي طالب فيعطي هدية النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول فتقوم طالبة تعطي معلمتها هدية ما المناسبة وما الدافع اللي جعلها تعطي هدية المعلمة تقوم بواجب وتتقاضى راتب على هذا الواجب ولذلك لا يجوز لها أن تسمح لأحد أن يعطيها هدايا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول يعني خيانة وسبحان الله العظيم الهدايا هذه تصنع صنعها في النفوس معروف الهدايا هذه تنزل الإنسان من سماء مجده إلى مثل مستويات هابطة تلوث هذه النفس العزيزة الكريمة فتصغرها وتقزمها لماذا؟ لأن الهدايا تكسر العين الهدايا تكسر الظهر الهدايا هذه تجعل الإنسان يتردد في إعطاء مثلا الدرجات أو كذا مع شخص يعني مثل ما يقولون له من في رقبة هدية أما إذا كانت والله الهدايا جماعية طالبات الفصل قالوا والله سنهدي جميع المعلمات جميع المعلمات اللي درسونا في هذه السنة هدايا أعطي الجبيع يظهر ما في بأس برضاء الإدارة لا بد أن تكون هناك موافقة من الإدارة أو موافقة من الوزارة أما إذا كانت الوزارة تمنع حتى لو كانت مباحة هذه الهدايا فإنه يجب التزام قرارات الوزارة وأيضا قرارات الإدارة لأنهم أدرى بالمصلحة فلذلك أخت الفاضلة المعلمة إذا جاء لها بهدية ترفض ترفض ولا يجوز لها أن يعني تحت ضغط الطالبات أو أولياء أمور الطالبات تستجيب لي مثل هذا أما إذا كانت الهدية عامة جابوا هدايا للمديرة والوكيلة والمشرفة والمعلمات ما في بأس أما تخص المعلمة لا اسمحوا لي أنت خدمتين وعلمتين أعلمتكم لله عز وجل أعلمتكم وأنا أخذ التقاضى راتب ما أسمح لأحد أن يأتي بهدائي يعني بعض المعلمات يتصرون بيقولوا والله ضغط الأم وضغط أولياء البنت لا ما يصلح ما يصلح يجب الإنسان أن يكون يعني وقاف عند كتاب الله يجب أن يكون حازم في مثل هذه الأمور بارك الله فيك صدر الله براكان السلام عليكم ورحمة الله وبجزاكم الله كل خير يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السهل أول فيه مقولة بتقول أنه في ليلة النصف من شعبان من تشاجر أو من أو بما معناه أنه لا يخفر له هل هذا حديث صحيح أو ما المقصود بهذا المق إن شاء الله إن الله يخفر إلا مشاحن إلا مشرك أو مشاحن أو مشرك أو مشاحن طيب سؤال الثاني يا مولانا رحم الله والديكم أنا وصديقي رحنا مكة والحمد لله أكرمنا ربنا وعملنا عمره وفي الشرط الثالث أو الرابع حول الطواف أكرمكم الله وعز مقداركم صديقي خرج منه لمعافظة غازات أو ريح فما عرفنا إيش الحكم فاستشارني أنا قلت له خير نكمل العمرة وبعدين نستعر فأكملنا العمرة الطواف هو ما صلى ركعتين ولكن كملنا العمرة الطواف والسعي وقصرنا وحلبنا ورجعنا جدا فهل عليه دم أو طعام مساكين أو عمرته مقبولة أو إيش الحكم في هذا الوضع إن شاء الله يا بركان أزاكم الله خير ورحم الله والديكم والديك أم هدى نعم السلام عليكم عليكم السلامة الله لو سمحت عندي ثلاثة سئلة تضر سؤالي الأول لو سمحت فين صراحة نوافد أحيانا لما أقرأ أمسك يعني مثل عندي جزء أقرأ منه بس أمسك بييد يعني اليسرة هل يجوز يعني أنت أمسكي لنا مصحف ما بالمصحف كامل يعني عندي جزء مكتوب علي ربع ياسين طيب هل يجوز يعني ماسكتني بييد بس إيد اليسرة إن شاء الله وسؤالي ثاني سمحت كنت قبل مشتري كنت ذهب تقريبا مر عليه يمكن سنة ما لبسته ولا ذكيت عليه والحين بعته يعني هل من هل فلوس أذكي عليه ولا شنوه إن شاء الله والسؤالي الأخير يعني مثلا واحد عنده لو سمحت يعني مثلا الزهب يبي يبيع بس لما يتوف يعني سعر الزهب نازل ما يبيع يخلي لما سعر الزهب يحتفح هل يجوز إن شاء الله شكور لذاك الله خير مرحبا طيب أرجع للأخت هدى من السعودية بارك الله فيها في سؤالي الثاني تقول يعني إذا كان الشخص يريد أن يتقدم إلى وظيفة يعني يقولون لا تخبر الناس أكتم هذا الأمر تقول يعني يقولون بأن الإنسان إذا أخبر فستذهب عنه الوظيفة تقول هل هذا نوع من التشاؤم؟ أختي هدى بارك الله فيك بالنسبة للتشاؤم يختلف عن مثل هذا الأمر هذا يسمى من باب الإحتياط فالشخص مثلا إذا أراد أن يتقدم إلى وظيفة وأحب أن يستكتم هذا حتى تتم الوظيفة هذا أمر مشروع ورد في الحكمة في الحكمة وليس حديث أن جاء في الحكمة أن تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان بالكتمان طبعا هم يرون حديث لكن يظهر بأن هذا ليس بحديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن كل ذي نعمة محسود فإن كل ذي نعمة محسود والمعنى أخت الفاضلة أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل معين فالأصل هو أن يستكتمه يستكتمه هذا من باب الإحتياط من باب الحذر ليس من باب التشاؤم والتطير باب التشاؤم والتطير باب آخر ولذلك مثلا شخص يريد أن يتزوج مثلا وأقدم يعني يسأل ويستنصح بعض الفضلاء والفاضلات مثلا ولا يعلن هذا لأنه قد يدخل أناس من أهل الحسد يفسدون عليه مشروع الزواج شخص الآن يريد أن يقدم على وظيفة واستكتم هذا وأحب أنه يعني يكون بشكل خاص ما في بأس هذا من باب الاحتياط والحذار والحيطة الله جل وعقوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم هذه قاعدة شرعية أما التشاؤم لا التشاؤم يتنافى مع التوكل على الله عز وجل التشاؤم 13 يمكن يذكرون المسألة رحت اليوم في يوم 13 وما قبلت إذن هذا بسبب يوم 13 هذا أيضا باطل هذا التشاؤم واضح فهذه أو مثل يقول الله رحت أنا في شهر صفر وما قبلت إذن بسبب شهر صفر هذا هو التشاؤم المحرم التطير المحرم أما استكتام الأمر فهذا مشروع ولله الحمد والمن أبو راكان السعودي بارك الله فيه يقول هناك مقولة بأن ليلة النص من شعبان ترفع الأعمال إلا لمشرك أو مشاحن يقول هل في هذا حديث أخي أبو راكان بارك الله فيك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال جاء في الحديث أن الله تعالى يطلع ليلة النص من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا يغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن طبعا هذا الحديث يعني إذا أردنا أن نتكلم عنه فنتكلم عنه في النقاط التالية أولا بالنسبة لدرجة الحديث الحديث ضعيف من حيث الإسنات الحديث ضعيف من حيث الإسنات فالعلماء حكموا على الحديث بالضعف طيب هناك من أهل العلم من صحح الحديث حسن إسنات الحديث طبعا إذا قلنا الحديث ضعيف خلاص ما في كلام لكن إذا قلنا الحديث حسن فإنه فيه كلام لا بد من أن نتكلم ومن العلم ومن العدل نتكلم حول هذه المسائل لنطالب علماء يخفي على الناس مثل هذه المسائل فمن أهل العلم من حسن الحديث قال الحديث حسن طيب طيب ما معنى هذا الحديث معنى هذا الحديث أن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحل بمعنى أن الله تعالى يغفر لجميع المسلمين إلا لمشرك أو مشاحل المشرك معروف هو من جعل مع الله إلها آخر من صرف العبادة لغير الله من جعل لله ندا هذا هو المشرك المشاحن اختلف العلماء فيه فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المشاحن هو المبتدع الداعي إلى بدعته الذي ينشئ البدعة ويحدث البدعة ويدعو إليها قالوا هذا المشاحن وهذا أحد تفاسير السلف الصالح للمشاحن القول الثاني قال المشاحن الذي بينه وبين الآخرين شحناء شحناء بغير وجه حق يعني ليس بحق لأنه ليس كل شحناء باطلة هناك مثلا هجر يسمى هجر عبادة أو طاعة يهجر الإنسان الآخر لأنه مثلا يستحق الهجر لكن شحناء بين اثنين لدنيا شقيقين شقيقتين أو عرحام أصدق مثلا لا يغفر الله له ما يقول انظر هذين حتى يصطلح انظر هذين حتى يصطلح فإذا حكمنا على الحديث بالصحة فإن هذا يدل على خطورة الشرك بالله وعلى خطورة الشحناء بنوعيها التي ذكرتهم سواء إحداث الإحداث في الدين أو هذه السلوكيات التي تقوم على الشحناء والبغضاء والتدابر والتناحر بين المؤمنين واضح؟ طيب الأمر الآخر صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام إذا افترضنا صحة الحديث ماذا عمل في هذه الليلة؟ هل قام ليلة النص من شعبان؟ الجواب لا هذه دواوين السنة بين أيدينا ما في نص ما في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قام هذه الليل أحيا ليلة النص من شعبان أبدا طيب أبو بكر ما فعل عمر ما فعل عثمان ما فعل علي ما فعل بقية الصحابة ما فعل أمهات المؤمنين ما فعلنا مثلها يعني خصوا ليلة النص من شعبان بالقيام طيب النص من شعبان يصام يعني يقصد الإنسان خمسة عشر شعبان ليصومه دون بقية الشهر الجواب لا إلا لإنسان يصوم الأيام البيض ثلاثة عشر و أربعة عشر و خمسة عشر من كل شهر من كل شهر يصوم الأيام البيض وافق هذا الشهر وصامه أما شخص ما يصوم أصلا ويأتي ليلة يوم النص من شعبان ويخصه بالصيام فقد ابتدع وأحدث في دين الله لماذا؟ لأنه ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنه طيب مسألة أن الله تعالى يطلع ربنا جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافي و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا افترضنا صحة الحديث أراد أن ينبه إلى قضية مهمة و هي أن شهر رمضان على الأبواب هذا الشهر الذي تكفر فيه السيئات و تحط فيه الخطيئات و ترفع فيه الدرجات و تعظم فيه الحسنات و يضاعف للإنسان من الأجور الشيء العظيم نبغي للإنسان أن يستعد له بإخلاص نية و صلاح طوية و بنفس رضية و بسلم عالمي يحرص على أن يكون مسالم لكل من حوله يبتعد كما أنه وحد الله و آمن بالله و ترك الشرك و ترك البدع كذلك يحاول أن يغلق الملفات اللي بينه و بين الآخرين من هذه الإشكالات يحاول أن ينثر السلام يحاول أن يسمو بنفسه عن مثل هذه الخلافات الشخصية و الأمور الدنيوية الطينية و يسمو بنفسه حتى يدخل رمضان بكل أريحية و بكل استعداد لهذا الشهر الفضل و إلا ربنا جل وعلا ليليا يا أباراكان ليليا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله و عظمته و ينادي عباده هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له و ذلك كل ليل و ذلك كل ليل و لذلك أخي الفاضل على فرض صحة الحديث فإن هذا ليس فيه دعوة إلى تخصيص نصف شعبان بالصيام أو ليلة النصف من شعبان بقيام أبدا إلا إذا كان إنسان يوافق يقوم كل ليلة مثلا عادة عند يقوم كل ليلة ما في بأس يعني لأنه هذا ما خصها يصوم مثلا الأيام البيض سيوافق اليوم الخامس عشر من شعبان بارك الله فيك أبو راكان من السعودي يقول ذهبت أنا و صديقي واعتبرنا يقول في الشوط الثالث أحدث صديقي و استشارني ماذا أفعل فقلت له خلينا نكمل العمرة و بعدين نستفتي يقول رجعنا جدة هو ما صلى ركعتين ماذا عليه أبو راكان أولا ماذا عليك أنت اللي أفتيته الآن فتوى خطأ فتوى خاطئة بارك الله فيك و رضي عنك لأن جماهير أهل العلم و هذا قول المذهب الأربعة على أن الطهار شرط من شروط صحة الطواف الطهار شرط من شروط صحة الطواف و لذلك إذا أحدث الإنسان في الطواف بطل وضوءه بطل بقية الأشواط التي يريد القيام بها إذا قام بها مثلا فلذلك كان الواجب على صاحبك أن يذهب و أن يتوضى و أن يعود و يكمل الطواف لأن من أهل العلم قال بأن الطواف لا يبطل من أصله و إنما يبطل الشوط الذي أحدث فيه يعني مثال أنت ذكرت الآن في الشوط الثالث في الشوط الثالث لما يعني كبرتم عند الحجر الأسود و بدأ عند الحطيم اللي يسمونه حجر إسماعيل هنا أحدث مثلا خلاص ينسحب يروح يتوضى و يكمل من الحجر الأسود يرجع من عند الحجر الأسود الشوط الثالث و لذلك يا أباركان أنت مدعون إلى الاستغفار و الندم على كونك أفتيته فتوى فيها تساهل و الأمر الثاني الآن صاحبك عمرته ما زالت باقية ما ينفع قضية كفارة ولا شيء لا بد أن يلبس الإحرام الآن و يرجع و يطوف و يسعى و يقصر و يقصر و واضح بأن صاحبك يعني يجهل هذه الأمور و الحمد لله المشايخ و العلمة و أخلي الفتوى في الحرام و تلفوناتهم و هواتفهم موجودة يعني واضح فيه تساهل كان بإمكان أنكم تسألون المشايخ و العلمة هناك الآن يجب عليه أن يلبس الإحرام في جدة و يرجع و يطوف من جديد و أيضا يسعى يطوف و يصلي ركعتين و يسعى ثم بعد ذلك ينظر في مسألة المحظورات الإحرام إذا حصل جماع فإنه يجب عليه ذبح شات و إذا حصل أنه غطى رأسه عليه فدية أذى لبس المخيط أكيد لبس المخيط عليه فدية أذى و ضع الطيب عليه فدية أذى لأن هذا تساهل أنا ما أسميه جهل يا أبو راكان بقدر ما أسميه تساهل لماذا؟ لأن الوصول إلى العلمة و المفتين سهل جدا اللهم بارك الحرم مليء بالمشايخ و أهل الفتوى التلفونات المشايخ و هواتف العلمة موجودة و لذلك يتحمل هذا كله و أنت تستغفر الله و تتوب إليه و تحرص يا أبو راكان مستقبلا على عدم يعني مثل هذه الأشياء لا يتساهل فيها هذا هو أحرم بنسك العلمة يقولون يجوز للإنسان أن يقطع العبادة بعد الشروع فيها العبادة النافلة يجوز للإنسان أن يقطع النافلة بعد الشروع فيها إلا الحج و العمرة استثنوا الحج و العمرة يعني شخص قال والله أنا رايح عمرتي سنة فلما أحرم وجب عليه أن يتم لما حج حج النفل وجب عليه أن يتم ما يقول والله أنا الآن مثل الصلاة صلى ركعتين سنة قال حاب أقطعها له يقطع شخص صامي الاثنين قال والله ما أبغى أكمل يجوز أنه يقطع الصيام واحد قال والله أنا ناوي الصدقة أبغى أتصدق مثلا بخمسين ريال خمسين درهم و بعدين قال لا تراجع ما فيها شيء الحج و العمرة لا النفل نفل الحج و العمرة يجب عليه أن يمضي فيه و أن يتم الحجة و العمرة لله تفضل يا محمد محمد تفضل أدو السلام عليكم عليكم السلامة أتشف حالك يا شيخ مرحبا أختي يا شيخ أنا مطفس السؤالين أول سؤال أن مرة زوجي رواني فيديو عن واحد مشاخ مصر يتكلم عن صلاة التسابيش أن الواحد بعد ما يكبر يخلص أن يتم يقول سبحان الله والحمد لله و لا إله الله والله أكبر خمسة عشر مرات بعدين لما يركع يقول عشر مرات و لما يقوم من رقوع و هي للسجود يقول عشر مرات و المرة ثانية عشر مرات معروفة أم محمد معروفة صلاة التسابيح معروفة أنا قلت لأول مرة لزوجي أنها أكيد خرابيط بعدين قلت لأ لحظة لحظة أخذت لا يكون فتوى مني قلت لأ أنا بسأل الشيخ العنزي و هو اللي بيقولها إذا كانت صحيحة أو لا أبشر يا محمد السؤال الثاني أنا عندي أم زوجي تقوم شبه مقعدة لأنه يتجلطة و لا تتحرك قلت لما هي تقعد على المرحب تقضي حاجتها و تخلص بعدين تبتدي تتوضى حق الصلاة فهي متشككة هل وضوها صحيح أو لا كيف كيف عفوا هي تقضي حاجتها و تستنجي و بعدين تتوضى هي بعد ما تخلص تتنظف و كل شيء و تتغسل تتوضى و هي نفس المكان بنفس المكان فهي متشككة يعني أن هل وضوها صحيح أو لا إن شاء الله السؤال الأخير يا شيخ أنا سمعتك أنت تقول أن الأذكار تنقال من بعد صعد الفجر لما وقت الشروق يعني أي إذا أنا ساعات ما أقدر أخلص أخلص لعقب الشروق شيء ما يحسب لي أجر الأذكار إن شاء الله يا أم محمد مشكوري إذا كل خير شاء مرحبا مرحبا إن شاء الله فضلي وداد وداد نعم فضلي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته يا شيخنا السلام و رحمة الله و بركاته الله يخليك يا شيخنا أبس ألك تؤال يعني إيه؟ مثلا أول ما نزلت الصلاة نزلت إيا 50 صلاة كيف؟ عفوا لما نزلت الصلاة مش نزلت إيا 50 صلاة أي طيب كما أنا سويتها مرة بس يعني مرات لما أقوم عشان إقامت اللي و قلت عندي و قلت أقول ليش ما أصلي مثلاً إيا 50 صلاة هل يعني هذه الشيء يعني يأثر إنه مثلاً تجاوزت مثلاً شيء يعني حدد وتصلي ركعتين ركعتين ولا تصلي الخمسين لا إغامة الليل يومياً بس الله ركعتين 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 يعني ما تصلي مثلاً أربع ركعات الظهور مثلاً عشر والعصر عشر ركعات عشر صلوات مثلاً لا لا ها ركعتين ركعتين اثنين ركعتين صورة الحمد و صورة صغيرة صورة الحمد و صورة صغيرة ركعتين و بسلم ركعتين و بسلم ركعتين و بسلم ركعتين و بسلم إن شاء الله يعني لو وصلت الخمسين إن شاء الله أيها الله يسيدك يا رب العالمين مرحب طيب أنا المخرج يذكرني بالأخت أم صالح أعتذر منك يا أختي أم صالح يعني هي من الأمس سألتني وبقي نسيت والله أني أنا أجيب على أسئلتها لكن الآن أجيب أم صالح من الشارق بالأمس تقول يعني أنا أحيانا أقرأ سورة البقرة من المحمول وأنا غير متوضعة ما حكم ذلك أختي أم صالح بارك الله فيك طبعا بالنسبة لمسي المصحف يشترط له جماهير أهل العلم الطهارة الكبرى والسورة أما إذا كان تطبيق المصحف في المحمول في الجوال هذا لا يشترط له الطهارة فيجوز للإنسان أن يقرأ من الجوال أو المحمول أو الكمبيوتر أو أي وسيلة أخرى إذا كان غير متطهر لماذا؟ لأن هذا ما يسمى قرآن والمحمول الآن في عشرات التطبيقات وتطبيق القرآن واحد من عشرات التطبيقات المفهيجوز يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أم صالح من الشالقة تسأل تقول أحيانا عندنا في المطبخ عندنا المملحة والعلبة التي يوضع فيها الفلفل أو الملح أو شيء تقول على صورة تمثال صورة طباخ تقول هل يجوز ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك ذهب جماهير أهل العلم على حرمة صنع التماثيل من ذوات الأرواح هذا قول جماهير أهل العلم على حرمة صنع التماثيل من ذوات الأرواح فإذا كانت المملحة أو اللي فيها الفلفل أو أي شيء فيها على صورة تمثال فعلا فيه معالم شيء من ذوات الأرواح سواء كان آدمي أو حيوان أو أي شيء من ذوات الأرواح فهذا لا يجوز ومحرم أما إذا كان لا هو شكل لا يوحي بأن هذا إنسان وفيه لعب فيها مثلا ولا يظهر وجه ولا يظهر مثلا عيون ولا شيء لا بأس لا بأس لكن مدام أن فيه صورة طباخ يعني واضحة فإن هذا من ذوات الأرواح لا يجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك أم صالح تقول يعني هل صيام نصف شعبان جائز لأني أنا أصوم الأثنين والخميس أختي أم صالح لعلك استمعت إلى يعني جوابي على الأخ براكامنا السعودية قبل قليل ذكرت بأن الإنسان إذا كان له صوم عادة كالأثنين والخميس والأيام البيض يجوز الحمد لله يصوم أما إذا كان ليس له صيام عادة يعني ما يصوم الأيام البيض لكن جاء منتصف شعبان وحب أن يصوم منتصف شعبان يخصه بالصيام نقول أين الدليل ما في دليل ولذلك ما يخص منتصف شعبان نهاره بالصيام ولا قيامه ولا ليله بقيام أما إذا كان الإنسان معتاد على قيام الليل نعم يقوم أما إذا كان معتاد على الصيام الأيام البيض نعم يصوم بارك الله فيك أم هدى من أبوظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة لصلاة النافلة في الليل تقول لما أقرأ القرآن أحمله بيدي اليسار تقول يعني عندي جزء ربع ياسين مثلا تقول أحمله بيدي اليسار يجوز نعم يجوز بارك الله فيك لكن السؤال لماذا لا تحملين باليمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن وفي لفظ التيامن في تنعله وترجله وطهوره قالت عائشة وفي شأنه كله وفي شأنه كله فقال العلماء بأن اليمين للأشياء الطيبة والشمال للأشياء المستقذرة فأنت يا أختي أم هدى أنت أفضل شيء أن تحمل المصحب بيديك الثنتين تعظيما له وأيضا حماية وصيانة له من أن يسقط فيكون بيديك الثنتين ولعلك تعتقدين بأنك مثلا ما كتفتي لا خلص يعني هذه سنة ولما كان هناك مصلحة في الصلاة وحمل المصحب القراءة يعني هذه السنة تفوت واضح؟ طيب تقولين لا أنا حابة أني أضع يد وأحمل في يد هل تعتقدين بأنك إذا وضعت يد جبتي السنة أو نصف السنة الجواب لا يعني بعض الناس الآن يقول طيب أنا بشيل بيدي وضع يدي الثاني على صدري ما حققت السنة السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ولا يجزئ وضع يد واحدة ما يعتبر هذا سنة فإما أن تضعي اليدين الثنتين وإلا أن تسبلي ولذلك تحملين بيدك الثنتين أو تحملين بيد اليمنى لكن لو تقولوا والله أنا عندي اليسرى قوية وأخشى أن يسقط من اليمنى ما في بأس ولله الحمد والمنى أم حامد نعم دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شوف دكتور أنا بقول لك عن معلومة تعرف الأجنين الأخيرة صوت السرى يقول رحمة الله هذول الأجنين دكتور أنت مسمى تقرأ أم حامد عيدي علي الله يرضى عليك عيدي علي السؤال ما السؤال هو معلومة معلومة أيوة أيوة تعرف دكتور هذه الأجنين الأخيرة صوت السرى قل الله أدو الله والدو الرحمن هذه دكتور تقرأها المتهمات تجد تطفحى الصباح يعني أيوة تقرأها بالليل قبل أتنام وتطفحى في أي وقت تسجد السجر قبل شيء في مختاعة عصره أيوة سامحين يا أم حامد لأني حقيقة عندي تشويش ما سمعتك والله يا أختي أم حامد عموما مدام معلومة تشكرين عليها أجزاك الله خير لكني ما دققت فيها لأني عندي تشويش الله يرضى عليك يبارك فيك شكرا هي ما عندها سؤال أم حامد طيب أم هدى بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي تقول أنا عندي ذهب اشتريت ذهب من سنة وما لبست ثم بعتها الآن هل أزكي الجواب نعم لأن الظاهر بأن هذا الذهب إنما أردت بيعه ولم يعني تشتريه لأجل اللبس أو التزيين أو التحلي به ولذلك بمجرد بيعك لهذا الذهب إذا كان قد مضى عليه سنة تزكينه بارك الله فيك أما إذا لم يمضي عليه سنة وبعتيه فإنك تكملين السنة بهذا المبلغ يعني أفترض بعتيه بعد عشرة أشهر هذا المبلغ حتى بعد شهرين تكملين به سنة وتزكينه بارك الله فيك أم هدى تسأل تقول يعني عندي ذهب أريد أن أبيع لكن سعر الذهب نازل يعني هل أو زكي الجواب نعم يا أخت الفاضلة بالنسبة لهذا الذهب هذا للتجارة أنت الآن كنزتيه لأجل التجارة فتتربصين السوق فتنظرين وإذا بأن سعر الذهب سعر الذهب نازل تنتظرين ارتفاع حتى تتبعين تزكينه سنويا يجب عليك يا أم هدى كل سنة يمر علي هذا الذهب أن تنظر فيه وأن تقيمينه بالسعر السوقي الحالي عند حوالان الحول وتخرجين زكاة ربع العشر تفضلي أم أحمد أم أحمد من قطر نعم نعم تفضلي أختي والسلام عليكم عليكم السلام يا شيخ ينبي سؤالي الله يبارك فيك تفضلي أختي لو سمحت بالنسبة للمال الزكاة لو كان لو كان في مال يعني في مشوع وحال عليه الحول نعم نعم وحال عليه الحول هل أخراج الزكاة من هذا المال من نفس هذا المال ولا ممكن من مال آخر يعني عندي لم يحل عليه الحول إن شاء الله والسؤال الآخر إذا كان عندي ولدي يعني مديون متزوج ومديون هل تجوز به الزكاة إن شاء الله بارك الله فيك لذك الله خير طيب مرحبا أختي طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت محمد من رأس الخيمة تقول يعني زوجها شوفها مقطع فيديو عن صلاة التسبيح وذكت صلاة التسبيح أختي محمد بارك الله فيك بالنسبة لي صلاة التسبيح جماهير أهل العلم من أهل الحديث على عدم صحة الحديث ولذلك الحديث منكر من جهة الإسناد ومن جهة المتن منكر من جهة الإسناد ومن جهة المتن وهو حديث معروف حديث ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس صلاة التسبيح وهذا الحديث منكر إسنادا ومتنا وعليكم يا أخت الفاضل بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الواضحة الصريحة البينة التي لا إشكال فيها قيام الليل صلاة الضحى مثلا سنة السنن الرواتب 12 ركعة القبلية والبعدية مثلا الصلاة بعد ركعتين الوضوء مثلا هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة وفيها الأجر الكبير والثواب العظيم أم محمد تقول بأن أم زوجها شبه مقعدة جاءتها جلطة وشيء من هذا القبيل تقول بأن تقضي حاجتها وبعدما تنتهي من قضاء الحاجة والإستنجان تتوضأ في نفس المكان لماذا لأنها مقعدة ويصعب عليها الحركة فيتسأل أن حكم وضوءها تقول ما حكم وضوئها أم محمد بارك الله فيك وشف الله أم زوجك وعافاها وكتب الله أجرها وجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرج أما الجواب على سؤالها فوضوءها الصحيح ولله الحمد والمن تطمئن أهم شيء أنها نظفت نفسها وأزالت النجاسة هذا أهم شيء والأمر الآخر تبدأ تتوضأ حتى لو كانت على مقعد قضاء الحاجة ما عليها أي مشكلة ولله الحمد والمنة لكون غير مستطيع ولكون المحل قد نظف وتطهر وذهبت الفضلات فتتوضى على حالتها وضوءها إن شاء الله صحيح أم محمد تقول يعني سمعتك مرة تذكر مسألة الأذكار من بعد الفجر إلى الشروق تقول طيب إذا ما خلصت أنا الأذكار ووصلت إلى بعد الشروق خلي ذهب الأجر الجواب لا يا أخت الفاضل بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر الصادق يعني الأذان اللي يأذنون في المساجد اللي يحرم على الصائم أن يأكل لما يسمع الأذان يسمونه الأذان الثاني من بعد الأذان تبدأ أذكار الصباح وبعد الصلاة وإذا الإنسان نسي أو مثلا انشغل أو مثل حالتك بدأت تذكرين فطلعت عليك الشمس تكملين ولله الحمد حتى إلى وقت الضحى يعني ذكر العلماء بأنه من فاتته أذكار الصباح جاء بها وقت الضحى كذلك أذكار المساء أصلا أذكار المساء بعد دخول وقت صلاة العصر فإذا أذن لصلاة العصر دخل وقت أذكار المساء فشخص نسي أو غفل أو انشغل أو غربت عليه الشمس يأتي بأذكار المساء وداد بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا سمعت بأن أول ما نزلت الصلاة خمسين صلاة تقول أنا أحدث نفسي أحيانا أقول لماذا لا أصلي خمسين صلاة مثلا في قيام الليل أختي وداد بارك الله فيك أولا بالنسبة للصلوات المقصود بها أن الله تعالى فرضها أول ما فرضها خمسين صلاة هي الفرائض بارك الله فيك ففي ليلة المعراج حينما فرض الله عز وجل على نبيه الصلاة فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليل ثم راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام فخففها جل وعلا إلى خمس صلوات قال هي خمس بالفعل خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي ولذلك تلفاضلة أم أختي وداد كل صلاة الآن من صلوات الفريضة بعشر صلوات يعني أنت الآن صليتي صلاة الفجر كأنك صليتي عشر صلوات بالأجر يعني صليتي صلاة الظهر بعشر صلوات من حيث الأجر العصر المغرب والعشاء فهي المقصود فيها الصلوات الفريضة صلوات الفريض أما تقولين والله طيب أنا ليش ما أذهب إلى الأمر الأول الذي فرض الله عز وجل فيه الصلاة هذا خطأ لماذا؟ لأن هذا نسخ هذا نسخ ولذلك هي صلوات خمس فقط أما قضية والله خليني أصلي خمسين ركعة في الليل خمسين ركعة في كل ليلة علشان أرجع إلى الأمر الأول لا هذا خطأ لماذا؟ لأن ما فعل هذا صاحب الشرع نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أحرص الناس على الخير والذي كان يقوم الليل فتتورم قدمه من شدة قيام الليل ما صلى هذا صلى الله عليه وسلم كان يصلى 11 ركعة في الليل فتنبه لهذا بارك الله فيك واكتفي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أحمد من قطر تقول يعني إذا كان الإنسان عنده مال مثلا وهذا المال أصلا فيه مشروع تجاري وحال عليه الحول وحاب أنه يخرج زكاة ماله تقول هل يلزم من نفس المال أم من غيره أختي أم أحمد من قطر لا يشترط يا أخت الفاضل أن يخرج من نفس المال يخرج زكاة من نفس المال يعني أفترض الآن أنت عندك مشروع تجاري مثلا عرض من عرض التجارة عندك حساب مصرفي مثلا والآن حالة حل وقت الزكاة الآن أفترض والله زكاة 2500 مثلا أضرب لك مثال 2500 ليس شرطا أن تذهبي وتسحبي من نفس الحساب حتى تزكي زين الآن عندك حساب مصرفي حال عليه الحول وقد بلغ النصاب وزكاة 2500 واليوم جاءك أجار مثلا طلعي من هذا الأجار زكاة الحساب المصرفي أو افتح المحفظة وطلعي المحفظة إذا شفت المبلغ طلعي زكاة أنا أبسط المسألة لأن بعض الناس يشدد على نفسه ويروح للمصرف ويسحب من نفس المال حتى يقول لك طلعي الزكاة لا مو بشرط أي مال يملك الإنسان يطلع الزكاة سواء كان في بلده ولا خارج بلده سواء كان موجود في جيبة ولا في المصرف فما دام يملك الإنسان المال يطلع الزكاة منه بارك الله فيك أم أحمد من قطر تقول عندها ولد عليه ديون وكذا هل يمكن أن أعطيه منه الزكاة أختي أم أحمد بارك الله فيك الأصل طبعا أن الأصل لا يعطي الفرع يعني الأصل هو الأب والأم ما يعطونا الأولاد اللي هم البنين والبنات من الزكاة إلا في حالة واحد وهي حالة كون الإبن غارم أو الولد غارم ما معنى غارم مثل ما ذكرت مديون بحق وليس بباطل عليه دين بحق وليس بباطل فيجوز للأصل أن يعطي الفرع من هذا البنت اللي هو الغارمين وكذلك يجوز للإبن أن يعطي والده أو والدته إذا كانوا غارمين فيجوز لك يا أختي الفاضلة بشرط أن يكون بحق الدين بحق وأيضا أن يكون عاجز عن السداد ما عنده قدرة يعني على السداد بارك الله فيك و بارك الله في الجميع عندها وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته